نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلوميار وبمناسبة عيد رفع الصليب المقدس يسر المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل أن يتقدم بخالص التهنئة وتبريك إلى كافة المسيحيين في الأردن والعالم راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والهناء والسعادة وأن يحفظ الأردن ملكاً ووطناً وشعباً وكل عام وأنتم بألف خير ومحبة وسلام والبداية مع العنوين البابا فرانسيس يشيد بجهود الملك عبد الله الثاني لصنع السلام في المنطقة جلالة الملك يوجه بتقديم أي مساعدات يحتاجها القطاع الطبي اللبناني برعاية الكاردينال بيتسابالا الجامعة الأمريكية في مادبة تحتفل بتخريج فوج من طلبتها كنائس المملكة تحتفل بعيد ارتفاع الصليب المقدس بحسب التقويم الغربي وفيها أيضاً عيد رفع الصليب الكريم المحي في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور من العنوين إلى التفاصيل في ختم زيارته الرسولية إلى عدة دول في آسيا وأوقيانيا تحدث قداسته خلال مؤتمر صحفي على متن طائرة البابوية العائدة إلى روما عن نتائج زيارة ولقاءاته مع رؤساء هذه البلدان متطرقاً في سياق الحديث إلى النزاع في الأراضي المقدسة وغزة وهل هناك إمكانية لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في المنطقة؟ وقال أتصل يومياً مع الرعية حيث هناك ستمائة شخص مسيحيين ومسلمين يعيشون في غزة كإخوة في الكنيسة والمدرسة لكنهم يخبرونني بأمور سيئة وصعبة حول الحرب الدموية المفرطة هناك ولا أرى أنه يتم اتخاذ خطوات نحو السلام داعي انقداسته الجميع إلى التعاون والتصافح لأن الذي سيربح في الحرب سيجد نفسه أمام هزيمة كبيرة وفي معرض رده حول الموقف الأردني من الأوضاع في الضفة الغربية وغزة قال الأب الأقدس أنا ممتن جداً لما يفعله جلالة الملك عبد الله الثاني من مواقف إنسانية فهو ملك طيب وصالح ويبدل جهده لصنع السلام ويجعل القضية الفلسطينية وخدمة أهل قطاع غزة على رأس اهتماماته من خلال توصيل المساعدات الإنسانية إليهم يومياً عبر النقل البري والجوي وجه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الحكومة الأردنية إلى تقديم أي مساعدة طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في عملية التفجير الجماعي في مختلف مناطق البلاد وأكدت بزارة الخارجية وقوف الأردن مع أمن لبنان وسيادته واستقراره وتضامنه معه ومع الشعب اللبناني الشقيق مشددة على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وإدانة الأردن ورفضه كل عمل يهدد أمن لبنان واستقراره وسلامة مواطنه هذا وشكر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي جلالة الملك على مبادرته وتثمين الدولة اللبنانية لمواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب اللبناني وأمن بلاده واستقراره احتفلت الجامعة الأمريكية في مادبا بتخريج الفوج العاشر من طلبتها برعاية الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا بطرييرك القوتس للاتين وبحضور أهل الخريجين وذلك على مسرح القصر الثقافي في مدينة الحسين الرياضية بعمان وهنأ غبطته الخريجين بهذه المناسبة معبرا عن فخره بالطلبة الذين سعوا واجتهدوا للوصول إلى مراحل متقدمة في العلم والمعرفة مشيدا في التقدم الذي تحققه الجامعة الأمريكية على كافة الصعود وفي شتى المجالات وبدوره اتمنى الأب الدكتور جهاد شويحات النائب البطرييركي للاتين في الأردن دوام البركة على طلبة الخريجين لافتا إلى دور المميز الذي تلعبه الجامعة في تقدم ورفعة الوطن شارك في حفل التخريج نخبة من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية وسفير الفاتيكان لدى البلاط الهاشمي جيوفاني دالتوزو وعدد من سفراء الدول العربية والصديقة والكهنة ورجال الدين على صعيد آخر أعلنت البطرييركية اللاتينية في القدس أن هناك عددا من الصفحات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسماء لبطة الكاردينال فيير باتيستابيت سابالا أو أسماء أخرى مرتبطة بالبطرييركية أو أصحاب السيادة هي لا تمثل البطرييركية أو أي من شخصياتها الرسمية وأهابت البطرييركية بجميع المؤمنين والمتابعين الانتباه إلى أن المصدر الرسمي والوحيد المعتمد للأخبار والبيانات المتعلقة بالبطرييركية اللاتينية وأصحاب السيادة هو الموقع الرسمي للبطرييركية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل اسمها وشعارها محذرة بنفس الوقت بأن أي معلومات أو بيانات تنشر عبر حسابات غير رسمية لا تعتبر معتمدة ولا تمثل وجهة نظر البطرييركية أو مؤسساتها ضمن احتفالات كنائس العالم بعيد ارتفاع الصليب المقدس بحسب الطقس الغربي أقيمت في العديد من الكنائس الأردنية القداديس الاحتفالية بهذه المناسبة المباركة بحضور المطارنة والأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وحشود غفيرة من المؤمنين فضائية نورسات ومن خلال مكتبها الإقليمي في عمان وانطلاقا من رسالتها الإيمانية قامت بتغطية العديد من هذه الاحتفالات وأعدت التقرير التالي تحتفل الكنيسة المقدسة في الرابع عشر من شهر أيلول من كل عام حسب الطقس الغربي بعيد ارتفاع الصليب المقدس وبمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس بيت العناية الإنسانية في الفحيس المتزامني مع المناسبة المباركة أقيم احتفال اجتمل على قداس إلهي ترأسه الأب جهاد شويحات النائب البطرياركي للاتين في الأردن بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والراهبات وجمع حاشد من المؤمنين من مختلف الكنائس وألقى الأب شويحات عظة القداس تحدث فيها عن معاني الصليب في حياة الإنسان المسيحي داعيا العائلات إلى الالتزام بتعاليم الكنيسة وإرشاد أبنائها على طريق الإيمان الصحيح مين حمل الصليب مع السيد المسيح؟ سمعان الشيخ سمعان القيرواني مين اللي يحمل عنا عن أهالينا في هذا الدير الأوزاع ويضحوا بحياتهن بسبابهن بكل ما لديهن من طاقة ومن محبة من الذي يخدم راهبات الصليب فالصليب بالنسبة إلنا هو فخر ولكن أعظم من ذلك هو رسالة وفي نهاية الاحتفال الذي رافقه مع زفات من أداء كشافة دير اللاتين لفحيس وشبيبة الكنيسة تمت مباركة وتوزيع ثمار الرمان على الحاضرين واختتم بدورة احتفالية انتهت بإشعال النار كتقليد سنوي بهذا العيد وفي كنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك جبل عمان أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس بمشاركة كنيسة مار يوسف للاتين وحضور المدبر الباطلياركي لأبرشية الروم الكاثوليك في الأردن الأب الأرشمندريت بورس نسا وقد رأس القداسة في كنيسة السيدة العذراء الأب نادر سوق بمشاركة الأب فراس نصراوين كاهن رعية مار يوسف والأب عماد بواب كاهن مطرانية الكاثوليك أم السماق وحضور جمع غفير من المؤمنين وفي عظة القداس تحدث الأب سوق عن أهمية ومعاني هذه المناسبة الإيمانية المباركة وعندما كتب بولوس الرسول نشيد المحبة في رسالته الأولى إلى أهل كورينتوس الفصل 13 ذكر الفضائل الإلهية الثلاث عن الإيمان والرجاء والمحبة يوم الجمعة العظيم ماذا يمكننا أن نسميه يوم الجمعة العظيم؟ يوم الإيمان بيسوع المسلوب يوم الإيمان بيسوع المسلوب الذي صُلب على الصليب لأجلنا ولأجل خلاصنا فأصبح الصليب أداة خلاص وحياة وبركة ونحن عندما نرسم إشارة الصليب نعبر ونعلن عن إيماننا بالأسرار الإلهية الثلاث تل القداسة إقامة مسيرة مضاءة بالشموع وعقبها إشعال النار ومباركة وتوزيع حبات الرومان في ساحة كنيسة مار يوسف لصليبك يا سيدة لا نصر وليقيامتك وبهذه المناسبة المباركة أيضاً احتفلت رعية القديس يحن دي لسال لفرير بعيد رفح الصليب المقدس حيث ترأس القداس راعي الكنيسة الأب إبراهيم نفاع بمشاركة لفرير داود كساب وجوقة الكنيسة وعدد كبير من المؤمنين وفي العظة تحدث راعي الكنيسة الأب نفاع عن قدسية وسر الصليب المقدس ومعناه في حياتنا كونه علامة المجد والانتصار على الموت وفي نهاية القداس توجه الجميع إلى ساحة الكنيسة للمشاركة في إضاءة النار تلاها مباركة وتوزيع الرمان على الحاضرين كرمزية للاحتفال وتقديم الضيافة كما احتفلت رعية مارشربل المارونية في عمان بعيد ارتفاع الصليب المقدس وذلك في قداس احتفالي ترأسه قدس الأب جوزيف السويد وسط حضور كبير من المؤمنين وعقب القداس تم مباركة وإضاءة شعلة النار في ساحة الكنيسة كرمز أساسي في هذا العيد افتكر الشيطان عدو جنسنا أنه آخر شي بيقدر يعمله تيوقف حركة يسوع تيوقف عمل يسوع تيوقف برنامج يسوع هو أنه يزلوا لمن بياخدوا بيسحبوا على الصليب وبيحطوا على صليب العار بالحقيقة كل الناس افتكرت بالموجودين بين 2000 سنة افتكروا أنه هيدا النهاية ويسوع ارتضى بحكمة أزلية ارتضى أنه يروح معه للآخر يروح معه على وكره والوكر تبعه ما كان بس الصليب كان أنه يفوت على ملعب الشيطان على وكر الشيطان وهونيك يسحأ راسه هونيك بيوكره وكر الأفعى أختي ما بتلعبه مع الدنب بتلعبه مع الراس افتكر الشيطان إذا سحب يسوع على الصليب بيكون انتهى منه خلى كل العالم تتطلع فيه وتقول هيدا هو اللي كلنا ماشيين وراه وأكيد يسوع مثل ما سمعته بإنجيل اليوم وأنا عندما أرتفع أجتذب إلي كل أحد خلى كل الناس تتطلع ترفع عيونه شو بدي ألكون الليلة ارفعوا عيونكن ما تضل عيونكن بالأرض كما احتفلت رعية القديس مخايل للاتين في السماكية بذات المناسبة بإقامة قداس احتفالي لعيد ارتفاع الصليب المقدس حيث ترأس القداس في ساحة الكنيسة الأب خالد قموه كاهن الرعية وعاونه في الخدمة الشماس الإنجيلي زعل إحجازين وسط حضور كبير من المؤمنين وبعد القداس أخيمت الدورة التقليدية في شوارع البلدة حيث تم إشعال النار المقدسة وتوزيع ثمار الرماني على الحضور وفي كنيسة القديس جوارجس للروم الكاتوليك لفحيص ترأس الأب بورس حداد وبمشاركة الأب حكمة حددين والأب خالد شعبان القداس الاحتفالي الذي أقيم بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس بحضور جمع من المؤمنين وبعد القداس أقيمت الدورة التقليدية في شوارع البلدة حيث تم إشعال النار المقدسة وتوزيع الرماني على الحاضرين كما احتفلت رعية يسوع الملك بعيد ارتفاع الصليب المقدس مع جمع من المصلين حيث ترأس القداس الاحتفالي كاهن الرعية ألب سليمان شوباش وبمساعدة الشماس الإنجيلي بيروزانكيان وفي نهاية القداس تم مباركة الرمان وتوزيعه على المؤمنين بعد إشعال النار في ساحة الكنيسة وبذات المناسبة المباركة احتفلت رعية ماريلياس الوهادن بعيد رفع الصليب بقداس إلهي ترأسه الأب سلام حداد وشهد الاحتفال إقبالا كبيرا من المؤمنين الذين شاركوا في الطقوس الدينية وفي ختام القداس تم إشعال النار في الساحة وتوزيع الرمان في ذكرى هذا التقليد القديم وفي شمال المملكة احتفلت رعية القديس جورج الشهيد اللاتين إربد بالقداس الاحتفالي لعيد ارتفاع الصليب المقدس حيث ترأس القداس سيادة المطران جوفاني بيترو دالتوزو السفير البابوي في الأردن وعوانه في الخدمة الأب فراس عريضة كاهن الرعية وسكرتير السفير البابوي الأب جوفاني والشدايق وخدام الهيكل وسط حضور كبير من المؤمنين تفاصيل أوفا في سياق التقرير التالي استقبل الأبونا فراس عريضة كاهن رعية القديس جورج الشهيد للاتين بإربد ومجلس الرعية والشبيبة سيادة المطران جان بيترو جزيل الاحترام السفير البابوي بالأردن للاحتفال بقداس عيد ارتفاع الصليب المقدس وعلى ترتيلة يا مسيحا جئت نورا دخلوا بيت الرب لتبلش الرتبة الاحتفالية ساعد سيادته في خدمة كل من الأبونا فراس عريضة والأب جيوفاني سكرتير السفير البابوي بمعاونة من الشدايق وخدام الهيكل وأكيد بحضور عدد كبير من المؤمنين المشاركين ركز الأبونا جيوفاني بالعضاء على معاني الصليب بحياة المسيحي بأن الصليب هو من علامة احتقار لعلامة فخر واحتزاز وعلامة نصر وقيامه كمان قادها السيد المسيح ليأكد لكل شخص مهما كان صليبه ذقيل وصعب لكن بالنهاية رح يبصر النور لكن لازم يكون عندنا قوة الصبر والثقة بربنا أكيد والإيمان القوي بـ 14 أيلول من كل سنة منحتفل كمسيحيين بعيد ارتفاع الصليب المقدس ومنرجع ومنذكر قصة اكتشاف الصليب بعدما الرومان رموا خشبة الصليب بحفرة وأقاموا مكانه معبد للإله الروماني فينوس ليمنع المسيحيين الأوائل من زيارة المكان وتكريم الصليب المقدس استمرها الوضع لسنة 326 ميلادي لما حضرت القديسة هيلانا الإمبراطورة والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير لأورشالين لتبحث عن خشبة الصليب المقدس ليتم إخبارها بأن الصليب مدفون بقرب المعبد فينوس اللي أقامه الإمبراطور أدريانوس فأمرت بحفر المكان فعثرت على ثلاث صلبان لكنها ما عرفت أي واحد منهم صليب السيد المسيح الحقيقي فاقترح عليها البطرييرك مكاريوس بأن يوضع أحد الصلبان واحد تلوى الآخر على جثة أحد الموتى اللي كانت جنازتهم بالمكان بهذاك الوقت فلما وضع الصليب الثالث عادت للميت الحية وبعدها كمان وضع الصليب نفسه على امرأة مريضة فشفيت بالحل لا يرفع البطرييرك مكاريوس خشبة الصليب ليراها الجميع فيرتلوا يا رب الرحم وقبل ما يتوجه الجميع لساحة الكنيسة لإشعال النار قدم الأبونا فراس هدية كتذكار من الرعية لسيادة المطران وبعدها تم إشعال النار اللي بتدل على وسيلة إعلان وتواصل أمرت فيها القديسة هيلانا بإشعالها ليوصل الخبر لابنها الإمبراطور قسطنطين على إنهم يكتشفوا الصليب بهذاك الوقت والرمان أكيد ما بننساه واللي بتم توزيعه هو عبارة عن وحدة الكنيسة فحبة الرمان ترمز لحياة الخلود من الداخل مذاقها حلو لكن غلافها الخارجي مر وهذا الرمز برمز على إن السيد المسيح ذاق المر والصلب ليصل لحلاوة القيامة والفرح من إربد لقناة نورسات نيفين حدد التقى رئيس الجمعية الملكية العالمية يوسف بخاش المدبر العام البطرييركي لأبرشية بيترا وفيلدلفيا وسائر الأردن الأرشمندريت بوليس نزهة وذلك في مقر الأبرشية في عمان وقدم له التهاني بتعيينه من قبل البطرييركيوسف العبسي مدبرا للأبرشية كما استمع منه إلى أوضاع أبناء الطائفة في الأردن وسبلي تعزيز تواصلهم مع إخوانهم الملكيين في لبنان ودول الانتشار وأعرب بخاش عن تقديره لأعمال الأبرشية والجهود المبذولة لتحسين أوضاع مدارسها في المملكة كما تطرق الحديث إلى التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر الانتشار الثاني في حزيران المقبل ومشاركة الأردن فيه حضر اللقاء من المطرانية الأرشمندريت بسام شحاتيت والأب بولس لبقاعين والأب جورج شارايحة ضمن خطتها السنوية بزيارة أخويات الشمال قامت الهيئة العامة للأخويات المريمية في الأردن ممثلة بمرشدها الروحي الأب إبراهيم نفاع وعدد من أعضائها بزيارة أخوية الحبل بلادنس في بلدة الوهادن حيث التقت هناك بأخوية ماربولوس عجلون وأخوية سيدة الجبل عنجرة وتخلل اللقاء موضوع روحي حول نشيد تعظيم الرب وعرض لنشاطاتها الخاصة وخطتها السنوية إضافة إلى تبادل الأفكار والاقتراحات واختتم اللقاء بقداس إلهي ثم تناول لقمة محبة وبدورها شكرت هيئة الأخويات الأباء الأجلاء الأب جوني بحبح والأب يوسف فرنسيس والأب سلام حداد كاهن رعية الوهادنة والأخوات الراهبات على حسن الاستقبال سائلين أمنا العذراء أن تبارك الأخويات المريمية في الأردن وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس اتفاقية مع مستثمر أردني لتطوير قرابة 64 دونما مخصصة للاستثمار في المنطقة وبموجب الاتفاقية يقوم المستثمر بإنشاء مخيم ومنتجع يشتمل على 30 خيمة كحد أدنى ومطعم وخدمات ترفيهية أخرى في المنطقة إذ سيعتمد المشروع حلولا مستدامة للطاقة والمياه المستخدمة وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة سامير مراد أن الاتفاقية تعد الثانية التي توقعها المؤسسة خلال هذا العام تنفيذا للمخطط الهيكلي الشامل للمنطقة والتي تشمل 1374 دونما قرب موقع عماد السيد المسيح باعتباره الإرث الديني والتاريخي المدرجي على قائمة يونسكو للتراث العالمي ويسعى المشروع المجاور لموقع عماد السيد المسيح لتسليط الضوء على قدسيته وثرائه من خلال توفير المرافق التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والعاطفية والروحية والفكرية للحجاج والسياح على حد سواء أقيم في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بعمان معرض وإطلاق كتاب المسيحية في الأردن إرث تاريخ وحضارة ويوثق المعرض الذي يضم أكثر من مائة صورة لكنائس اللاتين في الأردن خلال الفترة من عام 1860 و1960 ميلادي جذور الكنائس اللاتينية في الأردن معززة بمجموعة من الصور الفوتوغرافية تم جمعها من أرشيف الأب الدكتور جان ميشيل بالإضافة إلى صور تعود لأكثر من 150 عاما وتم الحصول عليها من الأرشيف التدريبي للبطرياركية اللاتينية في القدس وأرشيفات خاصة أخرى شارك بتنظيم المعرض هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع الأرشيف التاريخي للبطرياركية والمعهد الملكي للدراسات الدينية والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة وقد تم تنسيق وتنفيذ المعرض والكتاب من قبل دارة التصوير في عمان هذا العرض رائع جدا هي أصلا مبادرة من الأب جان ميشيل دو تاراقون وجان ميشيل دو تاراقون هو من معهد الكتاب المقدس بالأدس فالفكرة هي نجمع مجموعة واسعة من الصور القديمة للقنائس المسيحية بالأردن يعني من تقريبا سنة 1260 لغاية سنة 1960 يعني قرن 100 سنة وهذا يمثل عمق الأرث المسيحي بالأردن وبالبلدان العربية المعرض اليوم هو معرض الكنائس القديمة في الأردن بين 1860 و1960 وتم تنفيذه بدعم من هيئة تنشيط السياحة لنفرجي للعالم الإرث الحضري المسيحي القديم المتعمق جزوره في الأردن وهذه أهميته خاصة بهالأوقات اللي إحنا بنعيشها والسنة بتزامن مع يبيل سيدنا الملك عبد الله الله يطول عمره 25 سنة وفيه كمان 30 سنة لتأسيس المعهد الملكي للتآخي الديني و30 سنة للعلاقات الدبلوماسية بين الأردن وبين الفاتيكان فهذول كلهم مناسبات عزيزة على قلوبنا وحبينا أنه نظهر بهذه المناسبة الإرث الحلو الحضري الموجود عندنا ونفرجي الكنائس الجميلة الموجودة عندنا من مئات السنين بمناسبة مروري 60 عاما على تأسيس بيت إبراهيم وهو بيت مفتوح لجميع الديانات في المدينة المقدسة قام سيادة المطران وليام الشوملي النائب البطر ياركيل اللاتين في القدس بتلاوة صلاة جديدة خاصة بمسار الحجاج جاء ذلك قبل قداس الشكر الذي ترأسه المطران دومولان رئيس أساقفة فرنسا بمشاركة المطران الشوملي على وقع تراتيل جوقة الرجاء التي أحيت القداسة حضر الاحتفال عدد كبير من الكهنة والرهبان والقنصل العام لفرنسا في القدس ومدير جمعية الإلاثة الكاثوليكية ومدير البعثة البابوية وكريتاس القدس وفي عذات القداس الذي أقيم أمام أسوار البلدة القديمة تأمل المطران مولان في سر الفداء والصلب ودع الجميع إلى اتباع السيد المسيح في طريق الحياة الأبدية من خلال الحب والتضحية تشكل فئة الاحتياجات الخاصة في مدرسة إفتح بولوس السادس ببيت لحم على متى رجاء وحياة للعائلة والمجتمع بأسره حيث تستقبل هذه المدرسة تلاميذ الصمي والبقم بكل محبة وحنين وإنسانية وتقوم على رعاية هذه الفئة رهبات يتحلينا بالصبر والعطاء نورسات الأرض المقدسة زارت المدرسة وأعدت التقرير التالي مدرسة إفتح بولوس السادس التي تقع وسط مدينة بيت لحم تعتبر من المدارس الوحيدة على مستوى فلسطين تعنا بالاحتياجات الخاصة والذين يعانون من فقدان السمع والنطق كان لنورسات جولة في هذه المؤسسة العريقة حيث تجولنا في أكثر المرافق في هذا الصرف والذي تقوم على رعايته عدد من راهبات القديسة دروتية المعلمات بنات القلبين الأقدسين تجولنا في الصفوف التعليمية حيث التعليم البعيد عن لغة الإشارة بل تعليم أكاديمي بحث كبقية المدارس هنا يتعلم الطالب من الروضة وما دون حتى الثانوية العامة التوجيهي هنا نجد العطاء والصبر والحب المتبادل نحن نريد أن نقول بفخر من المدارس الوحيدة التي تقدم خدمات على المستوى الفلسطيني لذوي الاحتياجات الخاصة التي يعانون من السمع والنطق ونحن في عنا كادر متميز لتقديم هذه الخدمات لهذه الفئة وفي نفس الوقت نحن نواكب كل ما هو جديد على مستوى العالم ضمن هذا المجال ونعمل على إعادة دمج هؤلاء الطلاب مع المجتمع حتى يكونوا أعضاء فاعلين وقادرين على مواجهة التحديات وتقديم خدمات أفضل لبناء مستقبل الوطن الفلسطيني كما نجد هنا قصص نجاحات تحققها المدرسة عاما تل وعام مدرسة افتح بولوس السادس تضم طاقما تعليميا وكادرا ذا كفاءة عالية كما يتلقى الطالب جميع الخدمات والمتطلبات الحياتية اليومية من مأكل ومشرب ومنام من عمر سنة لتلت سنين بتكون هاي المرحلة تأهيلية للطلاب تحضيرية كيف بدهم يفوتوا لقبل الروضة ننتهي من هاي المرحلة منطلع لمرحلة الروضة اللي هي بتكون من عمر تلت سنوات لست سنوات ست سنوات ونص عنا في مرحلة الروضة برضه منعمل تأهيل سمعي ونطقي بالاضافة للصفوف الموجودين عنا في بعض معلماتنا دروس فردية للطلاب لانه احنا هون عنا منستخدم لغة الاشارة منستخدم قراءة الشفاء للطلاب هلا مناخلص مننتهي من مرحلة الروضة بطلعوا طلابنا بنتقلوا لمرحلة الابتدائي اللي هي من صف اول لسابع هون احنا منستخدم منهج التربية والتعليم المناهج العادية زي هم زي اي طفل او اي طالب عادي في اي مدرسة عادية خاصة او حكومية نفس الكتب ونفس المنهج هلا لما يخلصوا من صف سابع سادس بطلعوا لصف سابع ليوصلوا لمرحلة الثانوية العامة عنا هون في مرحلة الثانوية العامة بس القسم الادبي ما عنا القسم العلمي لانه شوي منحسوا صعب لطلابنا اما بالادبي هم ماشيين وكتير تمام وبوصلوا لمرحلة الثانوية بخلصوا التوجيهي ومن بعد ذلك بندمجوا في الجامعات في عنا كتير قصص نجاح لطلابنا باندماجهم في الجامعات قسم المحاسبة التربية وما شابه وفي قسم من الطلاب بتجهوا للقسم المهني كما زرنا الكنيسة التي تتوسط الصرح والقاعات والمرافق المختلفة التي تتزين بصور وايقونات هنا يكمن العطاء من قبل الراهبات والإدارة والكادر التعليمي المدرسة بدأت عندما يأتي الكادرسة البابة بالحاج الذي يأتي في عام 1964 للراد المقدسة وطلبوا أن يكون هناك مدرسة لطلاب التي لم يسمونه لأنه شابه أن هناك كتير طلاب لم يسمونه وإحنا قبلنا كالرهباني فتحنا هذه المدرسة في 1971 مع 24 طالب يجوا نرسوا من الأردن كانوا مفتوح وهلا تقريبا في 180 طالب من سفر التوجيهي وفي 2114 نحن فتحنا توجيهي أول مرة وكمان اليوم سنهاي كان فيه 8 طلاب توجيهي نجحوا سبعة مناتوا هاي نام كبيرة وأكترش يعني المدرسة بس سوم بس من خليمو يحكو مش بالإشارة بحكو حاكي يعني هاي هميشي يعني بدين لما بتروا ممكن يعني يحكو مع الناس بالمجتمع يعني كأنه ناس عادين زي هم يعني بدين بكاملوا كمان بالجميعات واشي هيك عائلة واحدة مع النرطقي شعار كتب على لوحة لكي يبقى هذا الصرح شامخا هذه المؤسسة تسعى دائما لكل ما هو متطور وجديد هي عائلة توفر للطالب الذي يعاني من فقد نعمة السمع والنطق توفر له الطريق لكي ينخرط في المجتمع نعم من هنا ومن مدرسة افتح بولوس السادس تمكن الطالب بأن يندمج بالمجتمع ويستطيع مواجهة التحديات لنرسات مارلن الحدوى من مدرسة افتح بولوس السادس بيت لحم خلال ترأسه قداسا الهيا في كنيسة البشارة ببغداد بحضور عدد كبير من المؤمنين تساءل الكاردنال لويس رفائيل ساكو في عظته قائلا أما حان الوقت لتنتهي الحروب في منطقتنا العربية لما يترتب عليها من موت وهدم بيوت وتهجير بسبب فوضى الأخلاق والقيم وأضاف غبطته هل يمكن أن يولد نظام جديد أكثر احتراما للناس وأكثر سلاما واستقرارا وتقاسما عادلا للخيرات وأوضح غبطته أن هذا النظام نجده في تعليم السيد المسيح ونحن بحاجة للعودة إليه للخلاص ولتحويل كل شيء إلى المحبة ما استطعنا مبينا أن التغيير لن يحصل إلا عندما نحب لأخينا ما نحبه لأنفسنا قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شريحة حلقة متميزة بعنوان عيد رفع الصليب الكريم المحي المقدس حيث تركز الحوار حول عدة محاور منها تكريم الصليب انطلاقا من المصلوب عليه والعادات والتقاليد الشرقية المتبعة في كنائسنا أثناء الاحتفال برفع الصليب إضافة إلى العديد من المحاور وقد أجر البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب جوزيف سويد خوري كنيسة مارشربل المارونية بعمان فإلى هناك طال أبونا حلقتنا عن عيد الصليب المكرم وقصة الصليب يعني معروفة وعدة مرات ذكرناها أنه كيف صارت ولماذا شعلت النار وموضوع الصليب كيف وجد ومن أوجده فيعني تاريخيا أبونا إذا بتإدار تحكي تاريخيا بالعودة إلى الكتاب المقدس بالعهد القديم فكرة الصليب كعقوبة كانت قائمة وردت 46 مرة فعل يخص القيام أنه العقوبة كانت من خلال الصليب وأفعل 46 مرة وبالعهد الجديد 28 مرة وردت كلمة الصليب العيد اللي بنعيد له بـ 14 و 27 وحسب التقويم الكنسي هو مش عيد الصليب بشكل مباشر هو عيد رفع الصليب بمعنى شو عيد رفع الصليب بمعنى الخشبة أو احنا بنسميها الذخيرة اللي أخذت منها هي اليهود عاكبوها في محل في مكان للنفايات ابعدوها عشان ما تصيروا يتعبدوا لها المسيحية أو كذا فبقيت كذلك لغاية لما صارت الحرب بين الفرس والرومان البيزنطيين إجاء هرقل والحرب اللي صارت بينه وبين الفرس وانتصر فيها فطلب إنه بهذا الحكي بـ 628 يعني هذا تواريخ يعني وعاد الخشبة من الفرس كانوا ماخدينها عاد هو الدهوين عمدينته العظيمة عاصمة البلاد القسطنطينية اللي هي اليوم ما يعرف بمدن تركيا يعني بعتبر إنه إثارة هاي الفتن والنقرات والعنصرية هذه هذه حجار عثرة بتكون أمام الجماعة المؤمنة وويل لمن كان حجر عثرة فما تكونوا حجار عثرة للآخرين ما تكونوا بكلامكم لأن في ناس كتير بتصدق وفي ناس كتير بتاخد بعين الاعتبار هاد الشي في ناس كتير بتقولك مثل جروب الواتسف بتاع الأصدقاء نورسان كتير في ناس بتظلها تحكي وتعلق والكلمة هاي والكلمة هاي وبتمسكي بها أي الكلمة وبتمسكي بها أي الكلمة جماعة المؤمنة الموجودة على الجروب بتقولك أنا مش فاضلة هالوجه على الراس هادا شو بتعمل تنسحب وتطلع من الجروب وهيك عم بصير في كنايسنا نتيجة خوري معين حكا شغلي أو في كلمة من عين حكا بتلاقي المؤمن بطل يصلي تعد عن الكنيسة تعد زي ما بطلع من الجروب بطلع من الكنيسة لأنه فلان وعلتان انت لما بتروح بتصلي مش من أجل فلان وعلتان من أجل سيد المسيح من أجل هالصليب المكرم اللي احنا من آمن فيه من أجل المسيح المهبود اللي على هالصليب من أجل الرب ينسوع المسيح اللي احنا من آمن فيه اللي احنا مدعوين كلنا للخلاص فاحنا رايحنا على الصلاة من أجل هادون مزبوط في أشخاص هن موجودين حاملين هاي المسئولية طيب وصلوا لنا هذا الإيمان غد النظر يعني بظلهم بشر ومش كاملين وما حدا كامل غير الله فما بيصير إنه نضلنا ننحر حالنا وننحر الآخرين ونجرجر بأخطاء خطايا ووزلات بعض نمسكها هذا حكا هيك وهذا قال هيك ونبتعد لعب فيه ناس كتير تقولك أنا لا بأمن بكنيسة ولا بأمن بخوري ولا بأمن بصلاة أنا بصلي هيني بالبيت بأره هالإنجيل إذا فضي وبصلي لربنا بالبيت يعني هدول الأشخاص اللي بدهم مش لا يتعرفوا على حدا ولا بدهم مش شوفوا حدا هل هاي وحدة كنسية؟ هل هاي وحدة مسيحية؟ هل هاداش بتفيدنا بالوحدة المسيحية؟ بتفيد بقوة حضورنا المسيحي؟ ما بيفيد بحكي بولوس الرسول إنه إحنا كيف مخلصين بأعمالنا ولا بإيماننا فمشكلتنا اليوم إننا إحنا بنحاول نركز على أعمالنا اللي بتمجد فيها رب يسوع المسيح اللي بتمجد فيها كنيسة اللي أنتمي إلها الكنيسة الروم الكاتوليك أو الكنيسة الأرثوذكسية أو الكنيسة البروتستانتية الإنجليكانية كل واحد قاعد بيعظم الأعمال أحلى مهرجان عيد صليب صار بمعلولة عملوا وسووا كذا وعملوا عملوا ركزي على كلمة عملوا مطرنية اللاتين بالأردن أكثر كنيسة منظمة مرتبة التسلسل الإداري واضح كنا بنركز على إيشع الأعمال كنيسة كذا كنيسة كذا طب إحنا فيه اللي بقوله أكثر كنيسة روحانية ما بنركز على الأرض فهي مشكلتنا إننا نصير ركز على إيماني أنا وإيماني علاقة مباشرة مع ربي يسوع المسيح بسفر التقوين عم نشوف شجرة الحياة وعم نشوف شجرة معركة الخير والشر يمكن كتار 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 يمكن 98% من الكهنة ومن كل العالم يحكوا عن شجرة معركة الخير والشر وكيف إنه آدم سقط بلعنة الخطيئة ولعنة الموت ودخل من خلال هالسقطة دخل الموت للعالم ومن وقته بلشنا نحكي بشجرة الحياة وشجرة الحياة دكتور ملنا إلا خشبة الصليب اللي بالحقيقة تدل عليها أشهى عنقود عنقود الخلاص نسمي يسوع المسيح فلو أنه حقيقة آدم حوى أو الإنسان الأول رفع عيونه واتطلع بشجرة الحياة اللي هي مكتوبة بأول سفر التكوين الفصل الأول وبآخر سفر الرؤية بآخر فصل من سفر الرؤية شجرة الحياة كنا فهمنا قضية كتير كبيرة بالحقيقة وكنا فهمنا أنه القضية كانت مربوطة على شجرة الحياة وأنه الله بده نقطف وننعم من شجرة الحياة ثمرة الحياة واليوم جاي لأقول عن الصليب أنه أجمل لوحة هي لوحة يسوع المسيح على الصليب اللي بقول قبل موته بشوي وأنا عندما أرتفع أجتذب إلي كل أحد وأنتو بتعرفوا كتير منيح وأبو نجاش بيأكد على هالشي أنه وقت اللي كانت بالصحراء وقضية الحرية وقضية الكرامة وقضية الهوية عم تاخد مطرحة بصحراء بالصحراء الخروج من العبودية إلى الحرية مثل ما نحنا عم نعبر هلأ هالأرض من أرض الشقاء إلى مملكة الآب في عنا قصة الحية النحاسية اللي رفعها موسى وقال لن الرب طلعوا فيها علوا عيونكن بقى وهيدي الأفعى هاللي جاي طعقصنا بكحلنا بدنا نكسر شوكتها وبدنا نسحق لراسة بلشت القضية كمان مع صفر العبور إذا بدي سميه صفر الخروج وهوني منشوف دكتور منشوف أبو نجارج قديش قصة الصليب هي قصة حياة قديش منشوف أنه قصة خلاص قصة أنك تنتزع هالسم والسموم من العالم وبعرف قديش فيه سموم بعيالنا بعلاقاتنا الاجتماعية بالدول بطريقة تفاعل الدول مع بعضها بمفاهيم اللي هي مسممة اليوم طبخات مسممة الفساد الدلوس إلى ما هنالك فأنا بقول القضية كلها قضية صليب قضية كلها قضية شجرة حياة وقضية قصة بمين بدنا نضلع إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين البابا فرانسيس يشيد بجهود الملك عبد الله الثاني لصنع السلام في المنطقة جلالة الملك يوجه بتقديم أي مساعدات يحتاجها القطاع الطبي اللبناني برعاية الكاردينال بيتسابالا الجامعة الأمريكية في مادبة تحتفل بتخريج فوج من طلبتها كنائس المملكة تحتفل بعيد ارتفاع الصليب المقدس بحسب التقويم الغربي للمزيد من التفاصيل زروا موقعنا الإلكتروني نورسادجو.org طابت أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة وإلى اللقاء